بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسكتسي مرحبا بكل من التحقابي قناتي قناة أم عبد الرحمن طبعا كثير من الكومنتر جوني في القناة بخصوص امتحان تقييم المكتسابات من طرف مشتركة أمها التلميذ سنة خامسة ابتدائي واللي عندهم أبنائهم العام الجاي سنة خامسة ابتدائي قال لك أستاذ وشيء أخير أخبار تقييم مكتسابات طبعا بالنسبة لهذه السنة يوم 22 نجوان راكم مدعوون للمدارس باش تدو كشف النقاط وشهادة الناجح راح يعطوكم دفتر تقييم المكتسابات فيها تأشيرات على المواد اللغة العربية كل المواد كل مادة على حدى في دفتر سموه دفتر تقييم المكتسابات اليكل ابن التعاك الناجح راح يعطوه شهادة الناجح طبعا كل هذا من طرف الوزارة ولكن ابن التعاك ما هوش ناجح ما انتقلش للسنة أولى متوسط ما هوش بسبب تقييم مكتسابات لا بسبب معدل السنوي ولكن ابن التعاك ما طلعش الأولى متوسط راح يعطوك دفتر أخر سموه دفتر الصحي سموه الدفتر الصحي طبعا احنا يوم أمس يوم 17 جوان على مستوى التراب الوطني كامل دلنا ندوات مع المفاتيشين أستيضاء ومفاتيشين ومداراء نقيم انتحان تقييم المكتسابات نقيم انتحان تقييم المكتسابات طبعا هذا هو مربط الفرس تحت هذا الفيديو من قاعدنا نقيمه وجهنا هل سيلغى ولا يخلوه هل سيلغى ولا يخلوه لينا ولا يديروا عليه تعديلات ويخلوه هذا هو مربط الفرس هذا الفيديو طبعا الاجتماع هذا الاجتماع عدناه مع المفاتيشين والمداراء وأستيضاء اللي شدين السنة الخامسة ابتدائي يعني كأستيضاء اللغبينة اللي كانت اللي تعرضنا لها وكمفاتيشين هما اللي أطلوا العملية ومنظموها وكمدراء سائروا العملية وكانوا وقفين على حجزة تقديرات إذن الاجتماع هذا كان عبارة عن وارشات واشتهي وارشة يعني عمل أفواج كل فوج فيه مجموعة من الأستيذة مع المدير التحر ومش المدير تع المؤسسة وإنما مدير آخر واللي يشرف على العملية هو المفاتيش تح المقاطعة الترباوية ومفاتيش مقاطعة الترباوية هو اللي دال لنا المواضيع تحت حين التقييم مكتسبة يعني المواضيع اللي قسمناها على التلاميذ وأحنا رسلهم لنا المفاتيش كان من اقتراح المفاتيش هو اللي يرسلهم لنا وإحنا قمنا قسمناهم على التلاميذ هم جاوبوا إحنا كأساتذة قدرنا وقيمنا الإجابات والمدير قام الحجز تاح طبعا إحنا قبل الإجتماع كأساتذة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كل كان الإجماع بلينقولوا التقييم المكتسب تقييم فاشل هذا التقييم فاشل يجب إلغائه على الأقل العودة إلى شهادة التحليم الابتدائي اللي كان فيها ثلاث مواد رياضيات لغة ولغة فرنسية ولغة عربية ونخدمه لها العام كامل ويجتهد التلميذ يجتهد معنا الوليد الأمر تجتهد المؤسسة التربوية الدير للدعم على الأقل هذا أضعف الإيمان إحنا كي تخلنا للإجتماع التربوي طبعا لنا لقيم الأساتذة قدر تحسنا خامسة ثماء قسمه لنا استمار هذا الاستمار فيها استبيان هي عبارة عن استبيان بالصح ما فيه جع كلمة هل موافقون على هذا التقييم مكتسب على أنه مكتسبة للتعليم ومكتسبة للأساتذة التربوية وشيء جميل للتلميذ جميل الأساتذة يزيد إضافة الاستبيان هذا كان كله وكله نقول كله كل الأسئلة المذكورة ليها 13 ورقا وفيها 67 سؤال يعني أسئلة كثيرة لا توعد ولا تحسن كلها انصبت على الإطار التنظيمي لتقييم المكتسبات يعني فائدة للتلميذ استفادة التلميذ استفادة المؤسسة التربية كل هذه الأسئلة ما كانت نعطيك مثال على الأسئلة التي أدرجت حول هذا الاستبيان والتي قمنا نجاوب عليها كنا جاوني عليها وإجباري عليك نجاوب عليها يعني هل كانت مثلا هذا هذا فقط أول هل كانت الأوراق كافية يعني منك عتود قسمه في أوراق الامتحان لقيت ورقة خاصة طبعا هذا يستحيل لأن المفتش والآمانة اللي أشرفت على طب الامتحانات كانت واكفة عليه عندي 46 تلميذ كانت عندي 46 ورقة يعني هنا أنا كنت مجبرة بش نقول واه الأوراق كلها كافية سؤال آخر ثاني طبعا امتحان تقييم المكتسبات كان عندها معايير للأسئلة يقول لك هل تقييم المكتسبات تناول جميع المعايير اللي اشتوها في التكوين طبعا أنا نقول هو على خاطرش كان فيه كل المعايير أسئلة كلها في التنظيم نعود نسطر تحت كلمة التنظيم هل مثلا سؤال آخر هل كانت واضحة الكتابة الكتابة تحل السندات وتح الأسئلة طبعا كانت واضحة السؤال الورقة كانت واضحة هنا ما أعطكش فرصة ولا ما أعطكش ما كانش السؤال وش رأيك نلغوه ولا ما نلغوش ورأيك أنه نعوه ندرو فيه هنا رحلية تعبير المناسب نعدلوه نعدلوه ولا نخله بسيغته وش رأيك مثلا أثقل كاهل تلميذ ولا ما كانش كاعدة الأسئلة ما كانش كاعدة الأسئلة طبعا كان أستيذك يقعدوا يجاوبوا طرحوا هذه الإشكاليات طبعا ثم تم وقفهم المفتش يقولك هذا السؤال لا وجود له هذا الإجابة اللي جبت هذا الاقتراح لا وجود له في الاستبياء يعني بالمختصر المفيد ثبت تقييم المكتسبات في المدرسة الابتدائية هو وش التعليم اللي اعطاهنا والله الجديد اللي جابه لنا المفتش قال لك أنا هذا الاستبيان لذاته لكم اليوم على المستوى المقاطعة رح نديرو اخذ أخر على المستوى الولائي يعني مجموع المفتشين مع خيرة الأساسيذة وخيرة المدرأ يعاودوا يديروا تقييم أخر على المستوى الولائي العفو رح يعطى لهم استبيان بنفس الطريقة ويملوه بنفس الطريقة وم بعد يكونوا اخذ أخر جهاوي وم بعد يكونوا اخذ أخر وطني وبنفس الطريقة يعني للسؤال اللي حير الأسرة الجزائرية والأستاذ والمدير وخصوصا الأستاذ والأم يعني للأسرة التربوية والأسرة الجماعية اللي حيرها أن هذا التقييم مكتسبات أثقل كاهلونة وتعبنا كأسرة تربوية ما كانش سؤال عنه وما كانش استفسار عنه وما كانش اقتراحات عنه طبعا الاقتراح الوحيد قال لك نديروه قبل الاختبار الفصل الثالث أو بعد اختبار الفصل الثالث هذا أقرب سؤال طبعا هي بعد الاختبار الفصل الثالث رح تكون الحراسة يعني الأساتي ذات تعليم إفدائي مكلفون بحراسة شهادة البيوم مكلفون بحراسة الباكالوريا ما يكونش حدهم الوقت ما يكونوش كائنين في المدرسة باش دول الأبناء التحهم تقييم مكتسبات هنا إيش باري تقول له كيما العمي فاتي رح يكون قدام اختبار الفصل الثالث هذا هو مستجدات تقييم مكتسبات لن يلغى لن يلغى العمي شي ثاني رح يكون أمحنى بنفس السيخة أستودعكم الله وإلى اللقاء في فيديو آخر